وينكم النظام الاجتماعي الإخلاقي في إيران؟ إيران دولة إسلامية بس بولاية الفقه وبس بالظواهر العامة يعني وينكم يعني؟ ما دافتهم يعني؟ وين يعني؟ النظام الاجتماعي غير المجتمع مو إسلامي المجتمع ثار على رجال الدين المجتمع مو صلاة كليلة فتحتوا عينكم فقط لنحكي الآن عن الزاد الفكري اللي يتواجهون بي سلاح الفكري اللي يتواجهون بي الآخرين أنتوا فتحتوا عينكم على كتب محمد باقر الصدر ماكو غيرها صحيح أتكم غيرها؟ لا ليش شوف يعني محمد باقر الصدر أنتج صح ما اختلفني يعني محمد عسيا فالله لا ما تقدر تستبدأ وراوكم محمد مانيشو بسدين ما تقدر تنكر دولة محمد عبد الساعد ما تقدر تنكر عبد هذه الفضلة هؤلاء ما كانوا مراجع فكريا لكم المرجع الفكري محمد عقر الصدر ايه بس خول المرجع الفكري هو يولد يعني ولدوا كثير من محمد باقر الصدر التيار فكري قوي ولا يزال ساني في الموضوع بل لا يزال باجتماعات الحزب التثقيفية كتب الصدر لغيرها كانت تنكر ها هذا كلامك جميع الحزب حزب الدعوة ما كان يوصي على كتب معينة ما كان يتبنى كتب معينة في داخل الحلقات وإنما كان يتبنى فكرا مو عقائد وإنما فكر تربوي وفكر بعض القضايا السياسية أما ما يتعلق بموضوع الاقتصاد الإسلامي موضوع الفلسفة الإسلامية الحزب شان رأيه إلى أنه ها أنت أقرأ هاي الكتب ولا أخش فيها داخل المجتمع أما الأساس فهو جذب الإنسان من حالة المادية ومن حالة لا دينية إلى حالة الاعتقاد وحالة الالتزام ببعض الأحكام الشرعية أما كفكر بالحلقات ما كان موجود فكر اقتصادي وفكر إلى أنه يتعلق بنظرية الاقتصاد هاي الاجتهادات الشخصية أنت شو كنت قرأت اقتصادنا وفلسفتنا أنا من دعومة الأطفال قرأت اقتصادنا وفلسفتنا الآن لو تعيد نفسها تعيدها برؤية ثانية بعين ثانية بعمر آخر بتجربة أخرى نفس نفس لا طبعا يعني شي تريد نوصلاني حجر يعني مستحيل يعني علمك أنا من الدخل في الحزب العامل السياسي وكذا إلى أنه ما تشنيد توافق على تدريس اقتصادنا ليه؟ لأنه تعتقد إلى أنه اقتصادنا لا يصلح مو لأنه معميق لكنه كنت أعتقد إلى أنه لا يمكن أن يطبق ولا يمكن أن يأخذ مجراء إلى الواقع لأنه الاقتصاد العالمي قائم كله على الربا وقائم على الفائدة وقائم على المقايضات وقائم على الحرية الاقتصادية المفتوحة واقتصاد إسلامي ملتزم ببعض الأحكام الشرعية وملتزم بكثير من المعبوء الثوابت لا يمكن أن يختلق مثل هذا العالم الاقتصادي شيء يسوي للربا يعني غير واقع يتعتقد الكتاب؟ يعني لا حد ما لذلك كان ولكن أدرس فلسفتنا ولذلك كثير من الأخوة ما درسها فلسفتنا؟ على درسها ومن الأمور اللي بنت في كله هو فلسفتنا لذلك كثير من الأخوة والدعاة يعني كبار كانوا يستغربون من الدين وأنهم على ما درس اقتصادنا وكان واحد يقول لي شو الإسلامي لهذا بهم مرة يعني يعني اقتصاد يقول لي اقتصادنا يعني ما يعني صعب أن نعم يعني كانت كتب الصدر اقتصادنا كأحكام اقتصادية أما كنظرية هو بي نظرية؟ ايه هذا واحد ما يقدر نظر اقتصاد هاي النظرية التي تحدث عنها بل ورد بل ورد مشروع اقتصاد الإسلامي؟ لا ما بالورا يعني الآن فكر اقتصاد الإسلامي ماكو طيب شو أكو فكر اقتصاد الإسلامي بس هذا الفكر اقتصاد الإسلامي من الصعوبة أن يستوعب التغيرات العالمية بالنصير الآن هل هناك ملامح الاقتصاد الإسلامي؟ ماكو طيب الإيراني شو نستفادوا منه؟ ماين يكون اقتصاد إسلامي في إيران؟ وين يكون نظام اجتماعي اخلاقي في إيران؟ إيران دولة إسلامية بس بولاية الفقه وبس بالظاهر العامة يعني وين يكون يعني ما دفتهم وين يعني النظام الاجتماعي غير المجتمع موسلامي المجتمع ثار على رجال الدين المجتمع صلاة كليلة وين الاقتصاد الحارة وشون يحلون كثير من المشاكل الاقتصادية تقول لي ولاية الفقه ولاية الفقه لا نرجع لها سعايا إيران نرجع لها ما موجود يعني هذا الاقتصاد حتى تروح للبنوك الإسلامية اللي يسمى بنوك إسلامية هي بها جانب ربا ويواضع شنو الوجبة الاولى اللي اعدمت من حزب الدعوة بالأربعة وسبعين جماعة عارف البصري شنو كان يعني يعني صدمتها او تأثيرها على الوزن هوية بحيث كاد ان يكون الحزب شوية تفكك يعني بعد السمونة ضربة قاصمة كانت ايه قوية مو قاصمة فقط قوية ضربة قوية لأن هم هذول اللي يعدموا في الحقيقة الله يرحمهم كان القسم منهم أبطال حقيقة يعني أبطال بالعمل انت بالكرادة وعارف البصلة بالكرادة ايضا يعني كانت أكو صلاة لو كنت شاب بعدك بذلك الوقت لا يعني 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 شاب بعدك ما ملتقي به لا شو ما ملتقي به لا ملتقي به وصديق الله يرحمه وكان يعتمد عليه كثيرا في كثير من الأمور وحتى وحتى بدت تكترون السيدة النائبة يعني على تواصل المستقبل به لأنها تعمل في علاقتة بوالدها علاقة خوية كانت وبالمعتقل كنا سوي طيب ليش الحوزة أو المرجعية الدينية أو النجف ما دخلت لإنقاذ هؤلاء رغم كانت قبرة السلطة ليست قوية يعني كان السيد الخوي السيد الخوي عنده رأي يعني مبطن هذا الرأي لأنه ما يقبل بالعمل السياسي وما يقبل بالعمل الحزبي ويقولون ما يقبل شيء وأن ينقذ آخر مايهاها أنا شوف هذا من الناس رحنا ورحتوا بيت السيد الخوي بالأربعة والسبعين قبل أعدامهم قبل أعدامهم وكنا مظاهرة ورحنا للنجف التقيت بالخوي نعم التقيت بالسيد الخوي وصلتوا لرسالة وصلنا لرسالة وخرج إحنا كفتنا جاسين في البراني وإجه هو الله يرحمه وابنه كان يقوده وكان رجل كبير طبعا يعني فقعد كان يبشي يبشي؟ هم أربعة خمسة قبضة الهل اثنين من الحزر العلمية وثلاثة من الحزر العلمية واثنين من المثقفين الإسلاميين نرجو بيان ذلك أو صباب العلمية علم للبكر ايه ومجاوبة راح وفد أيضا راح وفد هناك واحد اسمهم همي كان رئيس وفد اسمه عباس الحجة راح وألقى كلمة في داخل البهو مال البكر يعني فالبكر استمعت يعرف البكر فالشيطان كبير يعني بكر يعني مثل يعني ما عرضه بلطيف يعني كنتش عميق قال نحن نعمل بما تقتضيه بصلحة الوطن كذا وطعت شيء يعني مهم والله يا رحمه ما كان يعني يعني ما أصغت الدولة القيادة قيادة الدولة ولا عندي هذا التفكير السيد الخوي كان يقول رحمة الله علي حسب ما سمعتها حسب ما سمعته من الناس قريبين للسعيد مر بك قل له ليش شبش سيدنا قال الناس يدون عندي هيتش وأنا خاف أن يقولون أن الحوزة العلمية في النجف تهدمت في زمن السيد الخوي كما أسست في زمن الشيخ الطوسي وكان محق إلى حد